اشتركوا في القناة ضمن الجولة الثانية والعشرين لبطولة الجمهورية سجل هدف الزمالك محمد حمد وحرص حسين السيد عضو مجلس إدارة النادي ومحمد حلم رئيس قطاعات الناشئين وعبد الواحد السيد مدير الكرب الفريق الأول وحازم إمام نائب المدير الفني لقطاع الناشئين على حضور المباراة لمؤازرة الفريق وتواجد أحمد خوزي مدرب حراس منتخب مصر موليد 2008 لمتابعة اللاعبين ومشاهدة المباراة من المقرر أن يلتقي الزمالك مع الإسماعيلي يوم 12 فبراير الجاري في تمام السابع مساء بالجولة الثالثة عشر من مصابقة الدوري أيمن يونس مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي ستكون صعبة خاصة بعد الأداء الرؤع للدرويش والفوز في اللقاء السابق أمام سيراميكا كيليوباترا وأضاف اكتشفنا أن الإسماعيلي لديه لاعبين مميزين وأبرزهم نادر فرج المهاجم الجديد للكرة المصرية الذي وضح أن عنده نضوك كامل وسيكون مصدر خطورة للزمالك وشدد مباراة الإسماعيلي بداية مهمة للمدير الفني واللاعبين المنضمين حديثا للزمالك أيمن يونس مجلس الإدارة برئاسة كثير لبيب يقوم بتوفير كل سبول الهدوء والأجواء الكروية للفريق وأشار أتمنى وأتوقع الزمالك يقدم مباراة جيدة طاليق بجمع هيرو تحملت في الكثير وصبرت ودعمت وكلما كانت النتائج مغذلة كانت كنت ترى من الجمهور إصرار وتلاصق بالنادي أكثر واختتم يجب على اللاعبين أن يردوا الكثير للجمهور ولمجلس إدارة لأنه يستحق أن يسعد بنجاحه مرتضى منصور أنا سبت عقد عبد الله سعيد احتراما للمستشار تركي أدي الشيخ حبيبي اللي طفشوه من مصر وجات عصابة حسين لبيب شالت صورته اللي كانت اللي كنت حطتها على المبنى الاجتماعي وتابعة طيب هو اللي هيعمل نهائي الكاس في السعودية يا حسين يا لبيب لو راجل أنت وعصابتك ما تروحش مرتضى منصور نادي الزمالك سبب كل المشاكل اللي حصلتلي قضية الخطيب كنت كانت بسبب الزمالك قضية لمياء كانت بسبب الزمالك وأضف كل اللي حصل لده كان بسبب الزمالك وفي الآخر عصابة احتلت النادي وسلمتها لمبدو حباز مرتضى منصور قمت ببيع امام عشور لأن عقده مع الزمالك كان متبقي فيه ستة أشهر ومقابل بيعه كان ست تسعين مليون جنيه قام عمر أدهم بنشر صورة من عقد امام عشور مع الزمالك يوضح من خلاله المدة المتبقية في تعاقده مع الأبيض عبر منصة اكس محاولة يائسة لتغييب جماهير الزمالك تم الترويج بأن سبب بيع امام عشور أنه متبقي ستة شهور وبالتالي قد يرحل مجان وتابعة تم البيع يناير 2023 والعقد ينتهي بنهاية موسم 2023-2024 في تاريخ البيع كان متبقي سنة ونصف وأضاف إذا استطعت أن تخدع بعض الناس بعض الوقت لن تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت زياد كمال لاعب الزمالك الجديد يواصل التأهيل بعد إصابته بمسق في العضلة الخلفية خلال تدريبات الفريق وتأكد غياب زياد كمال عن مباراة الإسماعيلي وعن موقف اللاعب من مباراة أبو سليم في الكنفدرالية فإنه هناك شكوك حول لحق زياد كمال بمباراة الفريق الليبي مصدر مقرب من أحمد فتوح فتوح يشعر بتحسن كبير في موضع الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية واقترب من التعافي وتابع فتوح أصبح في المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي وسيكون جاهزا في الفترة المقبلة واختتم بالنسبة لمباراة الإسماعيلي المقبلة فلن يستطيع فتوح اللحاق بها وسيخضع لإقتبار لحسم موقفه من اللحاق بمباراة أبو سليم ليبي في الكنفدرالية أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب في بيان رسمي زيادة أعداد الجماهير في مباريات الدور المصري ونهاء جأس الرابطة وأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة بيانا رسميا تؤكد خلاله زيادة أعداد الجماهير إلى 20 ألف مشجع فيما تبقى من الموسم وسيتم تطبيق هذا القرار بعد موافقة مؤسسات الدولة والأجهزات الأمنية على ما تبقى من مباريات دور نايل ونهاء كأس الرابطة أحمد شبير تعليقا على زيادة عدد الجماهير في الدور المصري خطوة مهمة للغاية خاصة وأن الجماهير تغيب عن ملاعب الدور المصري منذ عشر سنوات تقريبا وقام بالتصفيق على القرار بس كده دي كل أفضل اللي كانت معنا النهاردة عن نيدي الزمال كأتمنى التقرق الخفيفة لعبكم ادعونا بلايك الفيديو سبسكريب بالقناة ومتشاك نهيدا على دعمكم لو عندكم أي ملحوظة سيبوهن في التعليقات سلام